نشوف بقى من الاخبار او الحصريات الخاصة ببرنامج رقم عشرة روي فيتوريا بيفضل الدفع بمحمد صبحي في حراسة مرمى منتخب مصر امام جنوب السودان في المباراة الودية اللي ان شاء الله بزناها تتلعب يوم الحد القادم روي فيتوريا عنده رغبة في انه يمنح الفرصة العدد كبير من الوجوه الجديدة على رأسها محمد صبحي كان عندنا كمان خبر مبارح ان فيه 8 لعيبة جدد انضموا للمنتخب المصري لكرة القادم مع روي فيتوريا اكيد هنشوف يعني وجوه جديدة بيدفعهم بهم روي فيتوريا اكيد طبعا بنشوف ازاي روي فيتوريا عايز يعمل المشروع بمعنى انه عايز يعمل جيل جديد للمنتخب المصري اجيال بتسلم اجيال في المنتخب المصري كمان هنشوف طبعا وجوه لم نعتد عليها في مراكز كتير في عندنا في المباراة دي طبعا فيه ناس كتير للأسف ما كانتش معانا من اللعيبة حجازي مثلا ما كانش منجود معانا وغيرهم كتير اكرر من توفيق ما كانش منجود معانا وغيرهم كتير من المصابين يكتمل قوام المنتخب المصري بإذن الله نشوف يعني اللي ده افضل زي ما قلنا النهاردة في شوت الاول كان منتخب للأسف الشديد كانش ليلا لون ولا طعم ولا رائحة ولكن هو الراجل بيعرف يقرأ المرعب كويس بيعدل بيغير الطريقة بتاعته من اربعة تلاتة تلاتة لأربعة اتنين تلاتة واحد شوفنا اداء هجومي يعني كان فيه تطور فيه الاداء الهجومي لروي فيتوريلي منتخب المصري خاصة فيه النصف الثاني من الشوت الثاني شوفنا تطور لأداء الهجومي لمنتخب المصري خاصة بعدما محمد صلاح انتقل من اللعب من الجناح كجناح ايمن الى في القلب تحت او شادو سترايكر تحت مصطفى محمد وشوفنا تريزي جي على الشمال وشوفنا زيزو على اليمين غير فيه الاداء غير فيه التشكيل شوفنا اداء فيه تطور فيه الاداء الهجومي ده تقريبا مرخص سريع وطبعا هنتكلم بمزيد من التفاصيل مع زملأنا النهاردة ان شاء الله ضيوفنا الكرام لما في اخر الحلقة طيب احنا كلنا بنتكلم على ارقام روي فيتوريا هو العلامة الكاملة ست مطشاط لعبهم فاس في ثلاثة رسميين وثلاثة ودين بسجل 16 هدف ودخل أو سكنة شباق المنتخب المصري هدفين اثنين ارقام مبشرة ارقام كويسة جدا بس هل ده هنقدر نحكم على روي فيتوريا لغايد دلوقتي انه هو المدير الفني اللي عنده امكانيات عنده مشروع ده اللي هنقدر ان احنا يعني نتكلم فيه بشكل في اسهاب النهاردة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة